لا تحاول هذه الأصدقاء إنه مجموعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومحبكم في هذا الفيديو جديد فهذا الفيديو دائما في تثبت تعكفش تحدد مجموعة التعريف وصلنا الحالة تسعود دائما في نفس الحالة الحالة الأولى ليتعد دلال جدريا مشكون عندك بس على ما كان أولا نعرف إن واحد الحاجة إلا عندك بس على مقام أول حاجة ما يكونش في الزر مباشرة عندك بس على مقام ولكن ما تكونش حاجة في الزر وش مطافقين؟ يعني مباشرة المقام يخالف السفر يعني شنا يبدل F تتساوي X ينتمي إلى F بحيث المقام شنا هو عندي اللي هو X أو كاري زائد X يخالف السفر مطافقين؟ هنا في حالة الحالة التي تكون عندك أطراف هناك X و هناك X أو X عدد يعني ممكن تخدمون دلتا بطريقة مباشرة ممكن إلا عندك جمال جيدة يجب أن تتعامل إلا عندك مجهور من درجة جوج و عدد أو إلا كينا ناقصة تحفي من تطبيقها لهم يعني أنا نجاوب على مجموعة التعريف مطافقين بجرد طور يعني هي الطريقة الأولى التي لا نستعمل لها هي X ينتمي إلى R X أو كاري زائد X تخالف الزر هذا هو نصف ديبار اللي ممكن ينطلق واحد تلميذ واحد تلميذ آخر ولكن يحصل لها نصف نتجة مع استعمال الطرق مختلفة هذا شي يدير بما أنه بنطل معادلة من درجة ديبار مباشر يسر ويقول لي نحل المعادلة معادلة X أو كاري زائد X ولكن مش تخالف الزر لعما كنش واحد نحل المعادلة تخالف الزر تساوي الزر ولكن منها يحط نحلول لا يوضعهم تخالف الزر يعني لدينا عادلة من درجة ديبار أقول لي لدينا الجواب طريقة اللي يتكون لدينا الدلتاش حال تساوي بالنسبة للمعادلة المدرجة الثانية تكتب على شكل AX أوكاري زائد BX زائد S تساوي 0. الدلتا ما هذا يساوي؟ هو B أوكاري بين أقوسين طافقين. يعني من الدرطور أقوس فممكن تحيد المباشرة أقوس ترفع أقاري. ناقص ربعة مضربة في A مضربة في C. طافقين بالنسبة لها الدلتا نجنك شبالية اللي هي B أوكاري ناقص ربعة A C. ولكن انتم حاولوا أنكم لماذا دابط الرئيادات مزيدة فقدر الأقوس. والذي دابط مباشرة يحيد الأقوس. ويجين الواسخ بالنسبة للماذا دابطينش. يعني الواسخ يحدد A تساوي B تساوي C تساوي. هذه القادية ربحة للمشيئة الدلال الصغر. المرة الأولى تديرها من بعد تتحيدها. مطافقين؟ يعني تديرها لشي في الواسخ. ما من بعد مع الخدمة الخدمة الخدمة. لما تحتاجون الدلال وقتها تديرها مباشرة أنتم معرفين A أو B أو C. مباشرة تديرها. ما حالة تكون حدى الدرجة أكارية؟ تكون حدى أكارية. تكون حدى أكارية. ما حالة A هي واحدة. ما حالة B تكون حدى X درجة واحدة. في أكارية حالية اكارية وحدة أكارية واحدة. ناقص بربعة الخاصية. أ في السي، ما فعلنانا هنا. فعدنا A مضربة في زرر. ليس زرر. مطافقين؟ هيا. ربعة مضربة في زرر. ليس زرر. يعني أمشتش كامل للطرف كامل. يعني هتو بل عندك مضربة في زرر. لماذا ستساوي؟ ناقصها. ناقصها. ربعة مضربة في زرر. ليس زرر. ليس زرر. وبالتالي واحد يدير. كبير من 0. بما أن الدلتة كبير من 0 سنقول للمعادلة حلال غوما. غوما جنابه. هو إكس واحد ماذا يساوي؟ هو ناقص ببي زائد جدر دلتة على إثنانيقة. ليه بغي يسبق بتاع ناقص ببي ناقص جدر دلتة ربحال بحال. و إكس جو شحالة تساوي هي ناقص ببي ناقص جدر دلتة على إثنانيقة. بدلتتاً. دلتة رحل يساوي. بدلتتاً يساوي هو واحد و معادة ناقصه. دلتتا الخرج لي و دلتتا خرج لي و واحد و معروفة جدر و واحد عند رنصفنا و لي وآحد. هذا هناك ما. جوج اك. جوج رتابة و عندي هو واحد. جوج مدرف واحد لي و جوج. و بدلتاً يساوي لي اثنانيقة. ناقص معلجوش ليزار لأنه ضرع العيه عادل تاتينا زارو بالستناء صفر على صفر ممكن ديرو القادية في كاركولاترس وتأكدو منها يعني حلوه لكتب أنه يساوي الزارو مش الحل الثاني ماذا يساوي؟ بالنسبة لهو هذا نفسه كتبه التعبير نفسه اللي هو ناقص واحد ولكن نجو الوسط وبدل الإشارة يعني يناقص واحد على اثنان لأن البشحل يساوي واحد معد ناقص يناقص واحد ناقصها الخاصية فجدر واحد هو واحد عفقين يعني تكتب هذه نفسه ولكن نبدل الإشارة على الوسط ولكن ناتجها تتغير لاحظوا معي هنا ناقص واحد ناقص واحد إياه ناقص اثنان ناقص اثنان على اثنان ونقص اثنان على اثنان متقنع إياه ناقص واحد وبالتالي هذا هو الشرور الدموع عادل وشنقول لهم من الأخر إذا إذا ما تساوي إذا فجدر اثنان كما سنقول لي كاميرا من الموال لانفين تل بلس لانفيني الأصل طائعه هو وزاره بدنا سننا واحد قادية اللي بغى يرجع يكتب هايدي ويدير مثلا أنا نديرها إذن أقبل ونقولها إذن ونقص ندير هنا إذن نخلي إذن هنا ونجي قبل ندير يعني يعني أنا الديد الأرف يعني اللي بغى يزيد يعني اللي مديره سره مش يخاطئ يعني اللي ديره سره عنده بحيث إكس مدى يخالف إكس يخالف الصفر وإكس يخالف ناقص واحد اللي دار هايدي بلش دار إيدا ولللي ما دار هايش وش دار مباشرة إيدا فهي نفس الحاجة الصحيح رجل رجعه واشنعرفوا المجال اللي نديره أنا قلت لهم ربا غي ار كاملة من غير اج من غير الزره يعني ما بغيش نسدع ليه وفلكن عندي ناقص واحد كينا نقص واحد كينا نقص واحد هش ندير؟ هنسدع ليه يعني انت باش ني مجموعة تعريف يعني يمن موالا نفينة ناقص واحد ناقص واحد نداخل شعني مجال مفتوح ومن ناقص واحد تل زيرو ومن زيرو تل بلوس لانفينة ناقص واحد تل بلوس لانفينة ومن ناقص واحد تل بلوس لانفينة وتندروا الاعداد ولكن تندروا تندروا مجال مفتوح وتندر اتحاد يعني الأمر بصير ندوزوا والوحد شخص اخر ممكن يخذبوا واحد طريقة اللي يمختلفه ونحصله على نفس الندير ولكن نتقديم قص نديره يعني مرة مرة انت بزافتها الطرق ممارسط او عرف ان طرقها من X ينتمي الى V اتباليشنا ولي عمل مشترك ما بينينا ونا X عمل بيت واللي X عمل هنا عمل الطرف اللي هو X يبقى لي X عندك زائر يدير زائر في الطرف تاني عمل X يبقى لي واحد تخالف السفر دا بيلا نسابرش تحكب انه شيء صحيح ولا لا X مضربة في X هي X أقارب زائر ذا يزائر X مضربة في واحد راية X يعني بحل ما درت تتاشي لعبها مطلقين تساوي X ينتمي الى A بحل قد اقفل بيساوي الزر وماذا يعني ولكنها دون تخالف يعني كما مشتنا في الفيديوهات الأخبر يعني أن X يخالف الزر وهذا يخالف الزر يعني أن X يخالف السفر وهذا الطرف X زائد واحد يخالف السفر هذا القديم تنضيره في حال إذا كان عندك الضربة وعندينا الضربة يعني ماذا يعني أن X ينتمي الى A يعني أن X يخالف السفر و X ماذا يخالف يعني X موجب خليجونا عندك واحد اللي هو ترسل أخر و تقول لي ناقص واحد وبالتالي يدد الأفليش نايا رأيي A ما عاد هذا ما عاد هذا يعني شناموك شنامو الصغير في المرة ناقص واحد زائد ناقص نفسه و متافقين تنظر أسهم طريقة لتنموك وش مطافقين يعني اسسها الطريقة اللي هيدي ولكن يعني حتى اللي دراء الطريقة ما نقول وش ليبقى نغرات طريقة صحيحة غير هذي في التوقع التاع أقل وهذي في التوقع التاعي يعني كتر من هذي وش مطافقين هذة هذا ما كان بالنسبة الحالة 8-9 فش نامجون فطورا فمساح السبوران بوزو الحالة واحدة ندو زلتاب الحالة عسرة فالحالة عسرة عندي هذي فقلنا أول حاجة وطلحتوش عن دير جدر يعني ما عنديش جدر احنا دائما في الحالة رقم واحد يعني دالة جدرية يعني حدودية لحدودية بالنسبة لدير جدرية حدودية لحدودية يمنى في عغل المقام مقام مالو يخالف الزر هذي شلان جندير ددو إثماد تساوي X ينتمي إلى R في حيث X أكاري ناقص ربعة يخالف الصفر من طرفين هذه الحالة ممكن نخدمها بربعة قلت لازل على طرق عفوا هتقول لي لماذا أقول لك أن كل واحد كل ما كان عارف كتر من طريقة واحدة كل ما هو مزيان كل ما هو مزيان في الرياضيات وكل ما هو الفرد ممكن يجاوب عليه أو الفرد أو المتحار ممكن يجاوب عليه بوقت اللي وقصر مقارنة إلى كان عارف مع طريقة واحدة إذا كنت عارف طرق كتر يعني بإمكاني عندك أنك تجيب تجاوب الفرد أو المتحار أو المتحار فوق القصر بينما إذا كانوا عندك طرق اللي وحدة محدودة يعني في غالبا تكون دائماً عندك مشكل مع الوقت هتشال لشنفضل بأننا تمزفتها الطرق كل واحد يخد طريقة اللي يرتاح فيها من ناحية الوقت ومن ناحية الفهم غير ملاحظة بني تكون عندك هنا X أكاري ودرورة يكون عندك هنا ناقص وهو واحد العدد هنا عدد مش مجهور بحل الحالة اللي شنا قبل هنا نفكر بأننا نقدره الطريقة السهلة هو نطاحه في النوع X أكاري يساوي واحد عدد A كما سبق اذكرت في الفيديو اللي فات قلنا إذا عندي A رفع الحالة A رأي عنده قيم يعني A ثلاث قيم يعني A يكون كبر من 0 A يساوي 0 A صغر من 0 هذه الخاصية على أي عدد أي عدد يمكن أن يكون موجب ونعلم سبب يعني صغر من الظهر وخارج من الظهر وخارج من الظهر أخرى لا يوجد نحن نبسط هنا نبدأ لكم X ينتمي إلى A هنا دائماً نفكر بأن هذا المجهول نجعله موجب أنا موجب لا يوجد موجب عندك ناقص 4 أن تصير طرف الأخرى يولي وجهها هو 4 وبالتالي كما تقول دائماً في الخاصيات نفسها تخالف الأن وأنا نقول أنهم تخالف ولكن وخارجت أربعة كبيرة 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 صغيرة كبيرة ونقوم بإتباع هذا المعادلة أولي أسنع ينطبق لكن لأن X ينتمي إلى A يعني أن X مادة يخالف لي جدر ربعة و X مادة يخالف هي ناقص جدر ربعة تفقين يعني أن X ينتمي إلى R بحيث X مادة يخالف جدر ربعة معروفة انترناسيونالية جوج و X مادة يخالف ناقص جدر ربعة معروفتها هي جوج وبالتالي مجموعة التعريف هي جميع الأعداد مع عدد جوج و ناقص جوج لأنهم تعدمون لي قطق الماقع يعني در F تقوم بعمل أغ ما عادة دائما ينتمي بالحال الصغيرة و ناقص جوج 2 وبالتالي نطلق الكثير من أغ ما عادة ينتمي من مولانفين ينتمي من مولانفين الثلاث عادة ناقص جوج مجرم letzte احتحاد ومع نراحنا من سلوانا استمتابنا على قبل هذا ما كان بالنسبة لطريقة واحدة فمسحنا بحقيقنا اثناء سنذهب في طريقة واحدين جوج، وطريقة ثلاثة والتي تشير العامة على الطريقة واحدة من السهل ووقت ندوز للطريقة إثنان دائماً إنتبار نفسه وx ينتمي إلى r بحيث x أوكاري ناقص 7 وخالف الزهواء كل مرة حلما إنتبه سيبدأ إختافه أتولي x ينتمي إلى r هنا نجد الله لأحد القادية مني عندك x أوكاري ناقص ردع دائماً مني يكون عندك أوكاري في أي طرف وعندك ناقص هنا نفكر في موتة طابقة هامة يعني من نوع a أوكاري ناقص b أوكاري التي تتساوي A ناقص b عامل لأ زائد b يعني هذه التعبير ممكن رده لشكل هذا سهل هنا نرى x مقادرة براسط هي x أكل أوكاري عندي ناقص فلنيني واحد العدد رفعته أوكاري ويعطيني ربعة وهذا معروف إنترنسيونال هو جوج وبالتالي نطبق عليها تولي x ناقص جوج x زائد جوج عامل x زائد جوج ما لا تخالف وبالتالي تحت فالك الخاصية A في بي يساوي السفر يعني نفس الخاصية تساوي لكم تخالف يعني مباشرة ملندير A في بي يخالف السفر يعني A يخالف السفر وبا يخالف السفر ويعطيني نفس الخاصية ويعطيني نفس الخاصية يعني أن x ناقص جوج يخالف السفر يعني شرط أساسي وx زائد جوج يخالف السفر ويعطيني نفس الخاصية يعني أن x ناقص جوج نتخلط ماذا يخالف السفر وx ناقص جوج ما لا تخالف سفر وعطيني نفس الخاصية نقوم بإغمارة ناقص جوج والجوج ندوزل طريقة ثلاثة فالطريقة الثالثة بما أنها درجة ممكن استعمال دلتا لكن الدلتا تقنع لي قليلا طويلة مقارنة مع الطريقة والطريقة هي الطريقة الثلاثة مباشرة عندي نستهبير أودد F يزاوي هو إكس ينتمي إلى هذا إكس وقارن ناقص ربعة تخالص زاد نجي مباشرة من الحل المعادلة إن المعادلة هذه إكس أكاري ناقص ربعة تقنع لأنه من درجة الثانية لدينا ونجي ندره الدلتا الدلتا تقنع لي يساوي بي بي ولي تكون حدى إكس وش أنا عندي إكس لما عندي إكس يعني معامل تقنعي يساوي زايره أنا تقول لي يزايره الكل أكاري ناقص ربعة كفش مضروبة في أسسي تحل عندي أ وواحد والسي تحل عندي هي أربعة وبالتاليamp أو ل définلتص هله هذا بدل زاير comigo فرأ نجيل زايره معدنا ناقص ربعة عفوا ناقص الربعة في واحد من ريؤ ناقص الربعة وبالتالي ننزل asynchronous هنا Ponthis 제를 في أسسي � meus لأن أطهر زايره لlaus كبر من للمعادلة حلية حلو ساوي و ناقص ب ب زائد جذر دلتا على اثنانية ليش حلو تساوي؟ ب أنا ما عندي سروا زروا بحلقة دا ناقص زروا زائد جذر ستا اسروا و نعروفها انترنسيونال ياربع دراف كاركيلاتريس أنا بدأ بتنخدم طريقة مباشرة لأنني لجي أخدم على جش آش حلو عندي تساوي يواحد جش في واحد لي يجوش وبالتالي ناقص زروا فهو رشا هتوقع عند غرب على جوش لي يجوش هوا الحلوه الحل الثان هي войه ناقص جذر الارضى على اثنانية شخص زره ناقص جذر الله لو شخص raise كنا نقول ايه؟ يعني قلنا نمس التعبير وبالتالي ناقص 4 على جوج أتعطني هي ناقص جوج نبتل أخرا نقول لك تدعي في شنا هي x ينتامي إلى R slash معادة x ماذا يخالف بحيث x يخالف حالة الحول x يخالف جوج و x ماذا يخالف ناقص جوج وبالتالي من وصلت هنا مرحلتنا هي نفسنا منحلتنا هي نفسنا منحلتنا ومن بعد نقول لهم معادة ناقص جوج و جوج يعني لاحظت بأن ثلاثة الطرق أعطونا نفس النتيجة ولكن بالنسبة للطوقات السريع هو هذا فمثلا لك تنجوب عليها في دقيقة فهذه مثلا نجوب عليها في نص دقيقة لك تنجوب عليها في نص دقيقة هذا الرجاء ونجوب عليها في ربوعة دقيقة يعني تدريج هو هذه أسهل في الخدمة في الوقت تابعة هذه بلاش تابعة هذه مو يمكن منهم ما توصلنا للنتيجة فمسح سبوره وندوز أحد الحالة بالنسبة لهذه الفيديو ندوز الدربة الحالة 11 فالحالة 11 هي هذه فأول شيء ممكن لو شراء يرى القادية هو أنه فوق كالجدر ولكن لا فوق لم يكن لم يكن لم يكن لأن بالدخل كان عدد معلوم الذي يوجه لأن تنعتم بداخل الجدر إلا كان عندي مجهول بما أنه لدي جدر جوز. عادل إذاً من إلقاء معلومة لا يوجد معلومة مشكلة. مباشرة لنقوم بعمل المقام. حذر إذا كنت شفر جدره تمشي ودعليه ودعليه جوز أكبر أبو سوى الزرب. في هذه القضية لديه جمهور الناشط. نقوم بعمل المقام. لم يوجد المقام؟ لم يوجد المقام لدي مجهول. لا يوجد عدد معلومة ليه وسطة. وسطة معروف. وسطة ممكن تحول الزرب. وسطة يخالف الزرب. ما هي الطريقة؟ هذه أسهل طريقة ممكن تشاهدها. سطة نكون لديها. ستة يخالف الزرب. إذاً ستساوي المجموعة الزرب. أي عدد تحقق لي. لأن المقام عبارة على عدد ثابت له. وستق مستحيل تولي ليه. تولي ليه. تحقق أي طريقة رياضية. مستحيل. أسهل طريقة أحسن. حالة ممكن تشاهدوا ليه. ولكن هي حالة نادرة جدا. هناك الهدف تعليم. ونعرفوا جميع الحالات. هذا ما كانت بالنسبة للفيديو. نتمنى أنكم تكونوا اشتفتوا في تعب الصح. نتمنى في هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. 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 شكرا.